اهلا بكم معي في هوم بيد. النهاردة هنعمل وصفة جميلة جدا بيحبها لاطفال وبيحبها الكبار. هنعمل بنانا مافن او بنانا كاب كيك او كاب كيك الموز. الوصفة بتاعتنا وصفة مغزية جدا. وفي نفس الوقت سهلة جدا في تحضيرها ومقديرها كمان. مقديرها متوفرة في كل مطبخ. وبتتحضر في وقت بسيط جدا. او بتتحضر في وقت قسير جدا وبسرعة جدا. فمش محتاجة مضرب بيض. اه بنحضرها كلها بالشوك. المقدير بتاعتنا انا بصنفها الجزئين. اه مكونات جافة ومكونات سائلة. المكونات الجافة بتاعتنا كوباية ونص دقيق. اه نص كوباية تمر متقطع قطعة صغيرة. معلقة صغيرة ارفة. ربع معلقة بيكينج بودر. اه رشة اه بيكينج سودا او تمن معلقة بيكينج سودا. ورشة ملح. المكونات السائلة بتاعتنا اللي انا هبتدي بيها. تلات موزات متوسطين لحق. تقريبا تلتمية وتلاتين جرام. بيضة متوسطة. فانيليا. نص كوباية سكر. ربع كوباية زيت نباتي. اي نوع زيت احنا بنفضل. هنبتدي الاول بالموز بتاعنا. زي ما احنا شايفين. الوصفة بتاعتنا النهاردة ده هي. تعتبر المنقذ لما يكون عندنا موز خلاص قراب يبوز. الموز ده انتوا عارفين بيبقى مسكر وبيبقى طري جدا. بيضيف طعم للوصفة آآ حلوة آآ بالاضافة كمان لانه هو مفيد جدا. وبيبقى مليان مضادات اكسادة. فالوصفة دي مفيدة معنا يعني هتخلصنا من الموز الحيبوز وفي نفس الوقت آآ مفيدة مكوناتها مفيدة. هنهرس الموز بتاعنا الكمية كلها بالشوكة زي ما احنا شايفين. مش محتاجين آآ اي هراسة ولا اي حاجة قوية لهرس الموز. آآ ومش بنبالغ في هرس الموز. اح يعني يفضل ان احنا يبقى معينا قطع صغيرة من الفكهة نفسها او من الموز نفسه. بتدي طعم حلو جدا في الكيكة. آآ كل المقدير بالجرامات وبالكبايات حتلاقوني سيبها لكم في صندوق الوصف. بنضيف بعد كده البيضة بتاعتنا ومعاها الفانيليا. ونقلب بالشوكة كويس. مش محتاجين زي ما قلت لكم مضرب ولا مجهود في ضرب المكونات مع بعض. بنضيف بعد كده السكر والزيت ونكامل تقليد. لحد ما نحس ان المكونات كلها امتزجت مع بعض. الوصفة بتاعتنا دي بنستخدم فيها زي ما قلت لكم طمر. آآ انتوا عارفين زي ما قلت قبل كده. آآ لما نيجي نضيف اي حاجة للكيك بتاعنا زي الطمر مسلا او زي الكريز او اي حاجة من الفواجه مجفافة. لازم ندرشها بالدقيق الاول او نبضرها علشان ما تقعش في القاعة بتاع الكيك. انا بنتهز فرصة ان انا هنخل الدقيق بان انا احط الطمر الاول وانخل فوقي كل المكونات. انا اضافت الدقيق والقرفة والباكينج بودر والباكينج صودو. والمالح. لازم نتأكد ان الطمر في دقيق من كل الجوانب علشان علشان ما يقعش في الكيك من تحت. هنقلب مع بعض بشوكة كويس جدا. شايفين قوام الخليط بتاع الكيك بتاعنا عاملة لزي? اللي مش بيحب اضافة الطمر اه للكاب كيك او للموفن قبل ما نضيف الطمر للخليط العجين بتاعنا بناخد منه كمية اللي مش بيحب اضافة الطمر. انا بستخدم اولب الكاب كيك الفايل او اللي انتم شايفينها ده هي. ممكن نستخدمها كزا مرة. معاها طبعا الورق بتاع الكاب كيك. اه هي سهلة جدا في الاستخدام. ومش بتحتاج تنظيف. وطبعا تبقى متاحة للي ما عندهوش صنية الكاب كيك. بنزود بعد كده كمية التمر بتاعتنا لبقية خليط الكيك. ونقلب بخفة. بس العجين يغطي الطمر بتاعنا. مش بنملأ الاوالب للاخر بنملأ نصها بس. بنسيب فرصة للكيك لما بيجي يرتفع علشان ما يكونش مكتوم. عشان يكون هش معنا وخفيف من جوه. انا بستخدم اللي عنده اير فراير. انا بستخدم ممكن استخدم الاير فراير في خبز الكاب كيك. بتدي نتيجة كويسة قوي زي الفورن بالزبط. انا بزبطها على عشر دقيق على مية وتمانين درجة. وبعد كده بشوف اه ازا كانت محتاجة اسيبها سنة شوية كمان. ممكن ازود لها دقائتين او تلاتة بعد كده. بعد العشر دقايق ببص على الكاب كيك بتاعنا. وطبعا بختبر النطج بتاعه بخلة اسنان. ازا طلعت نضيفها معنا. يبقى الكيك بتاعنا خلاص كده مش محتاج اي سوى تاني. بيكون نستاوى معنا. شايفين لون المفن بتاعنا? حلو جدا. دهبي وحلو. عايز اقول لكم كمان ان هو هش جدا وخفيف جدا. باقي الكمية انا بخبزها في فور على درجة حرارة مية وتمانين لمدة ربع ساعة. وبختبر برضو آآ نتجها بخلة الاسنان. اتمنى وصفة النهاردة تكون عكابتكم. واتمنى اشوف تطبيقاتكم. تبعتوها على صفحة القناة على الانستجرام او على الفيسبوك. وانا هنشارها على طول. اشوفكم في بيديو جديد ان شاء الله. اشتركوا في القناة